قالوا بينا نتابع مع بعض علشان ريهام النهاردة هتبتدي اتكلمنا في الامور دي كلها حديث الساعة حديث الجماهير صفقة من رمضان مفاوضات داري تغييرات جديدة والاميص الجديد ومعسكر المنتخب تقول لي ايه معسكر المنتخب هقول لك فيها تفاصيل كتير اعتقد ان ريهام حمدي النهاردة عندها تفاصيل كتير تخص الخمس النقاط بالزبط خاصة لكن هنبدأ خلينا واحدة واحدة معاكم تفاصيلها باخبارها باحداثها وخصوصا بين رمضان ريهام سيد ازايك يا سيد محمد الله الحمد لله بنورك طبعا بين رمضان الصبح بتبقى مقفولة مفيش بالليل بيخلصوه هيبقى الطيارة الساعة 3 العصر انا مش عارف والله الصبح بتبوز انا في الانترو قلت انا عندي احساس الاهلي يعني القصة كده بس ممكن يكون الاهلي بيلعب في ملعب تاني بقى لا هو الاهلي ما بيلعب خط النص تحديدا الاهلي ما بيلعبش في ملعب تاني الا لو كان البديل المصري وهيكون طبعا عمر الساعي ولا انا حسن فيه برضو شوية كلام من النادي الاهلي مع النادي الاسماعيلي برضو علشان لو حصل في الانترو لك معلومة على موضوع عمر الاهلي وصلها لتلاتين مليون وصلها لتلاتين مليون لكن الاسماعيلي بيقول للاهلي يعني زودها شوية كمان انا محتاج للفلوس بس كاش مصممين على خمسين ومش عايزين لعيبة احنا عايزين فلوس اه بل اهلي على التلات لعيبة عنده ازمات مالية كتير فبالتالي هو في امس الحاجة للفلوس فطبيعي كل نادي بيدور على مصلحته في الاخر طبعا يعني اكيد من رمضان بجد فيه تطورات؟ بجد بجد بقى هقولك بس لتفاصيل كلها هناخدها بس نقطة نقطة النقطة الاولانية هل خط النص مش مهم بالنسبة للنادي الاهلي او لمارسيل كولر زي ما تردد خلال الساعات اللي فاتت او الايام اللي فاتت ده مش صحيح كولر مصمم على ضم لعب نص ملعب وتحديدا بين رمضان جنب مدافع اجنبي اجنبي تمام جنب مهاجم اجنبي مش فلسطيني ودي بتمثل عقق شوية انت يعني عايز تلات اجانب فبالتالي انت محتاج فلوس كتير جدا فبيحاولوا ان هم يحلوا موضوع المهاجم الاجنبي بمهاجم ايه؟ فلسطيني فلسطيني عشان يقيد مصري بالزبط فتتحلوا ويبقى حتى البوضجت بتاعه اقل شوية طيب بين رمضان بقى نروح لبن رمضان على طول علشان انا عارف ان الناس مستنيئة بس كان لازم نتكلم في الجزئية دي تحديدا لان موضوع البوضجت ده مهم قوي طبعا يعني بين رمضان قالوا ان في الصحافة التونسية ان اللاعب رافض النادي الاهلي وان هو مش عايز النادي والكلام ده كله الكلام ده غير صحيح عشان المشاكل حصلت لعيله الجماهير والكلام ده هو اللاعب من ضمن اللاعبة المهمة جدا للسنوات في التراجي وهو لما خرج من التراجي لأوروبا قال ان هو عايز يكمل مسيرته الاحترافية فبالتالي كان مهم عند الجماهير التراجي ان هي متشوفوهش راجع افريقيا للفريق ند طبعا للتراجي انت عارف انه منافس طول الوقت طبعا في دوري ابطال افريقيا لكن اللاعب كان موافق اللاعب كان مخلص تقريبا او وستلم خلص كل تفاصيله مع النادي الاهلي وانا بقول لك هو استلم خلص لسه لحد دلوقتي مخلص تفاصيله مع النادي لا 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 ما فيش اي مشاكل من لاحية اللاعب اطلاقا بالمناسبة يعني موضوع اللاعب ده مفروغ منه خالص ان هو رفض الاهلي والكلام ده هنيجي للفلوس الفلوس اتقال ان في عرض الاهلي رفع العرض بتاعه لتنين مليون وسبعمائة الف دولار وده ما حصلش خالص على فكرة ما حصلش ما حصلش الاهلي ما رفعش للرقم ده الاهلي لو رفع الرقم ده اتنين مليون ومتين ودبل بونس بالمناسبة يعني اتنين مليون ومتين دبل بونس مش اتنين ومتين لوحدهم غير خمسمائة الف بونس والتانين هو لو كان وصل لتنين مليون وسبعمائة كان اعتقد الموضوع هيخلص يعني لكن لحد اللحظة دي انت مستني فلوس عبد المنع خاصة بقى ان فلوس عبد المنع مش هياخدوها كاش زي ما كانوا عايزين علشان يحصل انفراجة في الموضوع من نعمة قسمت على اتنين لفع اولة اتنين مليون وربعمائة والباقي اول الموسم اللي جاي بالضبط هيه هيدفه في خلال سنة مع ان اللاعب او قصدي نادي الفرنسي يزود 300 الف دولار في العرض فبقى 4 مليون و300 يورو اصفة مش دولار فبالتالي يعني الاهلي استفاد شوية مادية زيادة مقابل ان هو عمل لهم تسهيلات في ان الفلوس تبقى على اتنين فانت الفلوس بتاعت منعين جنب الفلوس بتاعت عبدالقادر جنب شوية الجيمين ديانج خد بالك النادي الاهلي برضو عنده مستحقات كتير او بيصرف مرتبات كتير سواء لاجهزة فنية في العاب اخرى سواء للخريء الاول المحترفين كل ده ففيه فلوس كتير هتروح لجنب ده كتير في قطاع ولعيبة سواء هلعبت هانبول او لعبت باسكت او لعبت فولي وفي البنات كمان ما فيه لعبات محترفات فالناس بتتكلم على الفلوس اللي كانت بتدخل قبل كده لنادي الاهلي من الجوائز والحاجات البطولات فالحاجات دي كلها بدغطي طبعا مرتبات موجودة قبل كده فبالتالي فلوس عبد المنعم هي الفعلا ممكن تعمل انفراجة في الصفقات اللي جاية دي كلها لان حتى اللي داخل من عبد المنعم حوالي 500 الف دولار تقريبا يعني احنا وصلنا دلوقتي لمرحلة الاهلي منتظر يدبر الاتنين مليون ومتين بتوع دولار بس الاهلي عنده فلوس كتير بس مصري عادي الاهلي يسدخله اربعة مليون دولار اللي هو اخدهم لما كسب تشامبيونز ديجي الافريق مش عندك مستحقات مهودة اللي انا بتكلم فيه دلوقتي ان الحاجات دي كلها راحت في مستحقات كتير انت عندك كم محترف في الفريق الاول ومرتباتهم والبوضجت بتاعهم عامل ازاي الجهاز الفني بتاع كولر كله والاجهزة الفنية الالعاب الصلاة والحاجات اللي موجودة دي كلها بالاضافة للمحترفين كمان فالحاجات اللي فاتت دي كلها يعني اعتبرها يا خلاصية مش موجودة اتصرف اتراحي فالاعتماد كله هيكون على الاعتماد اللي جاي فالموضوع هو ما بص الى حد ما بس طبعا يعني انت هتبتدي تتحرك بناء على مدخلاتك بناء على مدخلاتك لكن احنا بنقول للموضوع تقدم لان خلاص خلص وحاجز الطيارة والكلام ده كله لا ما حصلش تمام يعني انا لما قلت وقلت حتى الحلقة اللي فاتت وحنا سوا مع بعض قلت ان الموضوع مرتبط بفلوس عبد المنعم يعني لو فلوس عبد المنعم جات وخلص 48 ساعة ده هيكون خلصان تمام يعني ما قلناش انه حجز الطيارة ولا جاي فنستل لحد دلوقتي الصفقة برضو لازالت مرتبطة بان هو يدخلك فلوس فتبتدي ان انت تتحرك على فكرة في الصفقات التلاتة بالتوازي بقى وخاصة كمان ان انا يعني معلومة زيادة عارفا غير المحترفين القصدي المهاجمين الاثنين الفلسطينيين فيه كمان مهاجم افريقي الاهلي بيشوفوا الايام اللي فاتت يعني كمان بس بسا ما وصلتش للاسم يعني موجود في الصورة موجود في الصورة او مع الاثنين الفلسطينيين تحسبا لان كولاري صمم على ان هو عايز اجنبي مش ده بينهم عمر فرج اللي الاهلي كان فوضه قبل كده فيه عمر فرج وفيه سليتش وفيه مهاجم افريقي كمان في الصورة يعني يعني كده كده برضو فيه مهاجم جاي ده كده كده يعني كولاري ما عندوش اي فصال في التلات مركز دول خالص خالص نروح لداري اشرف داري داري برضو خلصوه بعتوا عروض وكتبوا ارقام والحقيقة ان ده ما حصلش خالص وكيلو صحيح ان حصل انا عايز اقول ليك حاجة بس نادي بريست فعلا فاوض منتصر الطالبي تمام هو المدافع التونسي ما عندهمش اي مشكلة هما بيفوضوا وبالمناسبة يعني يعني فيه حد كمان عربي داخل او الوكيل عربي يعني هو اللي بيتوسط في الصفقة عشان ان هو يبتدي ان يخلصها لكن عروض رسمية لحد اللحظة دي ما حصلتش اللاعب اصلا لسه كان الايام الاخيرة دي بتعرض على كولر علشان خاطر يشوفه التواصل تم مع وكيل اللاعب بالفعل حصل مع اللاعب نفسه علشان يشوفوا الطلبات المادية سواء للنادي او لللاعب والكلام ده لكن هل عروض رسمية وصلت النادي لأ لسه الموضوع في مرحلة المفاوضات الشفاوية يعني لسه اه 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 برضو يعني لسه تيجي فلوس عبد المنان برضو كيف تخيل ان احنا كان في الشهر النهاردة؟ النهاردة واحد وعشرين مثلا يعني القيدة الافريقي انا عارفة القيدة الافريقي وبتكلم على فترة الاعداب بتاعت الاهلي ده المفروض ان هي واحد تلاتين تمانية اه تقريبا اه اعتقد لا مش واحد تلاتين حتى اللعيب اوه ده اجاز حد اول تسعة بتاعت لي طيب او تلاتين او واحد تسعة فانت بتكلمي برضو الاهلي متأخر اه هو انا معيك طبعا بالنسبة للقايمة الافريقية يعني بس لما ديجي نبص برضو شويه هو الاهم من القايمة الافريقية هو مطشل سوبر الافريقي يعني لان القايمة الافريقية انت مش تلعب مطشوط مهمة اوي لحد يناير بيتدي الضغط او المطشوط المهمة جدا بالنسبة للاهلي في يناير مش دلوقتي خالص علشان القيدة الافريقية اه قصدي السوبر الافريقي اشرف داري 50-50 اه لا مش 50-50 اللعب في الصورة وتمام جدا يعني يعني مفيش اي مشاكل معاه خالص يعني المفاوضات تشغالة بالشكل مع بريست بالضبط اللي لسه بقى اللي هو ان انت تقدم عرض رسمي ايه ده احنا كل ده وما قدماش يعني الاهلي قدمش عرض رسمي لا مفيش عروض رسمية والله لسه خالص في داري يعني المفاوضات شفاوية وزي ما قلتلك ان فيه هو عنده وكيل اعتقد مغربي عبداللطيف فليفل كان معي الاسبوع اللي فات عن طريق التليفون وكلمني على الهوى وقال لي المفاوضات متقدمة جدا ايه مع اللاعب قال باللفز كده مع اللاعب والله مع اللاعب والله لكن لسه مع النادي مع النادي طلبات النادي طلبات النادي بيشوفوها بقى الايام دي الاهلي مش بيبعت عرض رسمي على طول دايريكت لا اي نادي انت بتبتدي تشوف المفاوضات النادي دا بيطلب منك كام فانت بتطلب كام فلأ طب نرفع طب نقلل الكلام دا كله على فكرة دا اللي بيحصل حتى مع مادي المجر تفاوض خلاص استقررين على الحاجة روح جايباعة العرض الرسمي وابتدي انه نحرج بس انا بقولك ان الايام الفاتي دي كان لست بتعرض على كولر اصلا يعني يتفرج عليه ويتفرج لان كولر بيتفرج على مطشط كتير جدا حوالي عشر مطشط لللاعب قبل ما يبتدي ان هو يتم يستقر عليه لكن غير كده هو اشرف داري خلاص يعني ممكن هيبقى هو المدافع إلا لو حصل اي حاجة بقى في المفوضات الفترة اللي جاي عشان الناس تقولي انتي قلتي جاي تغييرات جديدة شفنا التغييرات اللي حصلت اول امبارح بتعين الكابتن مختار رئيس لجنة التخطيط كابتن محمد رمضان النائب للكابتن رمضان او عضو لجنة التخطيط برضو موجود كابتن حسام غالي كابتن زكريا ناصف ورحيل كابتن خالد بيبو ورحيل المترجم دكتور خالد الجوادي فيه تغييرات جديدة هتحصل بس المرات دي في شركة الكورة متوقعا يبقى فيه اضافات على مجلس ادارة شركة الكورة وتغييرات في المجلس كمان نفسه وفي بعض الادارات داخل الشركة يعني خلال الفترة اللي جاية وده بيتم التفكير فيه في الوقت الحالي يعني ممكن مجلس الادارة يزيد ممكن يبقى فيه تغييرات في الأسماء اللي موجودة في مجلس الادارة والمناصب اللي موجودة في مجلس الادارة كمان الادارات الداخلية للشركة نفسها كمان ممكن يحصل فيها تغييرات خلال الفترة اللي جاية لا من غير محرف أنا عندي حاجات بس ندكين عليها شوائق ليه طيب؟ يعني لسه بدري على الموضوع لما نشوف الموضوع تغيير أعضاء ولا تغيير في الهيكل كله؟ لا الموضوع لسه فيه تفكير خلاص يعني هو مدخلش حيز التنفيذ لو دخل بقى حيز التنفيذ ساعتها هنبقى نبتدي نتكلم فعلا على التغييرات لكن الموضوع لحد الوقت الحالي هو فعلا حيز التفكير فقط مش أكتر منك تلغى منصبه دي للكولر في القالة؟ لسه برضو مش أكيد أنه هو تلغى لحد دلوقتي كابتن سامي قمصان هو المكلف القائم بس على فكرة كان فيه تفكير من شهر ديسمبر اللي فات يعني لما كولر طلب أول مرة رحيل كابتن خالد بيبو في شهر نوفمبر اللي فات دي كانت البداية خالص وقتها كانت قاله أن الموضوع هيتم النظر فيه في يناير اللي جاي وممكن نفكر على آخر الموسم أن نلغي المنصب ده تحديدا كان الرد في الوقت ده على المدير الفني وهو ده كان طلب كولر يعني أنا ما عرفش هو طلب إلغاء في الأول ما طلبش إلغاء المنصب إطلاقا هو طلب التغييرات فقط مش أكتر من كده لكن بقى هنشوف في الفترة اللي جايه هيتم إلغاء أولا لكن لسه ما فيش قرر نهائي أنا معيك بس ما عرفش المعلومة اللي عندي أنه مش عايز المنصب ده أصل هو مش عايز موضوع مدري الكورة ده هو كشيف أن الدور بتاعه بيقوم بأي حد الفترة اللي كانت يعني أوروبا كلها فيش حاجة بمدير كورة ما فيش حاجة يعني يعني في مدير رياضي في مدير رياضي ده قصة تانية ووظائف تانية خالص ووظائف تانية بحاجات تانية والحاجات دي يعني هي حاجات معظمها إدارية بيقوم بيها أي حد في القطع الكورة يعني بالزبط كده فدي النقطة من وجهة نظر أنا أنا شاف أنه في مدير كورة في النادي الأهلي على الأخل طول ما كولر موجود ممكن بعد كده الأهلي يرجع لها بس طول ما كولر موجود ووضح أنه هو مهيمن ومسيطر على كل شيء وعايز ياخد الدور ده أنه هو يبقى مسيطر على كل شيء وده موجود في أوروبا وفي الدنيا كلها آه ده طبيعي المدير الفني هو بيبقى ليه الرأي الأول والأخير على الفرقة بتاعته يعني أكيد نروح للقميص الجديد التيشرت الجديد اللي شفناه النهاردة موجود بلونين اللون الأحمر وكان فيه اللون الأسود باين لا يعني بص هو مش أسود خالص والحمد لله أنا كنت انفرطت بالألوان هنا مع إبراهيم في البرنامج يعني من شهر 7 كمان اللون الأول مفترض أنه هو يبقى أحمر في أصفر أو في جولد يعني البترن ما كانتش واضحة في الصورة اللي تصربت النهاردة لكن دي هيكون شكل البترن يعني حاولنا أن احنا نرسمها عشان تكون قرب حاجة فده هيكون شكل الأميص الأحمر بعد البترن بتاعته ما تظهر مع الجولد بقى طبعا في الجنبين ومن فوق يعني ده هيكون شكل الأميص بتاع النادي الأهلي تمام 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 وده التيشرت التاني ده التيشرت التاني هو كحلي أنا يعني هو مش عادة ده كحلي بجد ده كحلي بلو بلاك ظاهر فيه كده خطوط بالعرض باللون الأسود لو حضرتك واخد بالك منها هي بس الصورة مش ظاهرة قوي يعني فيه خطوط بالعرض السودة شوية لكن هو نفسه كحلي مع الخطوط الصفرة اللي موجودة في الأكتاف يعني أو في القميص من تحت لكن هو مش أزرق سادة يعني أزرق سادة خالص أو أزرق صريح هو بلو بلاك كده درجة أزرق غمقه داخل فيها خطوط سودة زي ما احنا شايفينها القميص التالت بقى المفترض أن هو هيبقى جلد في أبيض مموح كده بس معرفتش هوصل له للأسف يعني دي السيارة آه وصلت للأتنين دول بس ونتكتين منين دول مصادرنا بقى طيب مش فيه ناسة علينا على فكرة أن السور دي نزلت يعني فيه ناسة علينا نقول لك إزاي النادي الآلي مفروض اللعيبة لو تدخل التصوير أنا بقيش سبع سنين بنفرد بالقميص يعني عادي وبننفرد بأخبار أنا بعمل شغلي تمام وده جزء من شغلي إن أنا جيب خبر ومعلومة تكون صحيحة آآ ما كذبش على المشاهد ولا على المشجع بمعلومة مغلوطة دي صح فده أنا ما بعملش أي حاجة برا شغلي يعني أو مهمش وظفتي يعني كصحفية دي صح معسكر المنتخب هو أصلا المعسكر هيتعملي بخمسة وعشر بفوت بقى أربع تيام على المعسكر أيوه بفوت بقى أربع تيام على معسكر منتخب بصري لا مش هيتعمل خمسة وعشرية وكابتن حسام مستوعب ده وكابتن حسام موافق مش هيتعمل خمسة وعشرين آآ خالص ده بسبب آآ طبعا الكاس اللي هيتلاعب ففيه لعيبة كتير من هيبقى كابتن حسام حابب أنه هو يضمهم آآ للمنتخب هيكونوا لسه بيشاركوا في الكاس مع الفرق بتاعتهم المعسكر هيبتدي يوم تمانية وعشرية أوكي تمام هيكتمل صفوفه وإنت اتنين تسعة بوصول المحترفين بقى لأن فيه محترفين عندهم مدار screws في أول تسعة وفي واحد تسعة تقريبا وحاجات كده اتنين تسعة طبوا العيبة الآله هتنضم واحد تسعة مع العيوة الأهلي بقى ده الجزء اللي احنا هنتكلم عليه أن اتحد الكورة توصل مع النادي الأهلي وطلب منهم أن هما ينضموا تمانية وعشرين تسعة تمانية وعشرين تمانية أسفل أن هما ينضموا تمانية وعشرين تمانية لحد اللحظة دي اتحد الكورة ما تلقاش أي موافقة من النادي الأهلي ولا تلقى رفض يعني لا تقلوا اه ولا تقلوا لا بس هم طلبوا ان لعيبة الاهلي تنضم 28 يعني هيكون بدري يومين تقريبا او 3 ايام عن بداية الشهر هو تقريبا شهري ده 31 يوم فاعتقد هيبقى بدري 3 ايام بس فده حصل تواصل وطلب من النادي الاهلي على حاجة زي كده لكن لحد اللحظة دي زي ما قلت لك ما فيش رد لا بالإجاب ولا بالرفض من النادي الاهلي على معدن ضمام اللعيب والمعسكر المفترض ان هو لحد اللحظة دي حشان لو حصل تغيير تاني هيبدأ 28 والمفترض ان هو هيكتمل سوفو المنتخب 2-9 ان شاء الله وبتوفيق طبعا لمنتخبنا الوطني وركبنا حسن بإذن الله 6-9 و10-9 ان شاء الله الرأس الأخضر هنا 6-9 و10-9 هناك ان شاء الله والسفر هيكون يوم 7 باتاني يوم على طول مقتش الرأس الأخضر هيطير منتخبنا الوطني الى بيتسوانا طب فيه أخبار عن الراحلين عن الاهلي الراحلين تقريبا لحد دلوقتي هو ما بين اهو ما بين لا ان هو يمشي برسيتايو طبعا لحد ما يشوفوا وضعه بيحاولوا ان هم يلاقولوا اي عرض يكون مناسب وزي ما تكلمنا ان هو سمع في حاجة سعودية جاية في الطريق ما هم بيدورو له من زمان هم بيدورو له بس كل اللي جاله اهتمامات اخر عرض جاله كان في يناير لما الاهلي فعل البند بتاعه وده كان عرض كويس وساعتها اللعب كان بيفكر ان هو يخرج الوقت الاهلي مطالب لو عايز يمشي مليون وربعمائة الف دولار يدفع له مرتبه بالكامل او عوضوني بقى شوية او لو حتى خرقت دوني اي حاجة زيادة اتعوض بيها عن اللي فات لكن ابرز واحد ان هو ممكن يخرج خلال الفترة اللي جاية هو خلد عبد الفتاح بعد ما كان المدير الفني طبعا عايز يخرجه في بداية الموسم دلوقتي بس غريبة جدا دلوقتي بقى بيلعبه دلوقتي بيلعبه وبيديره ادواره وكان بيلعب يعني لما بيحب يعني هو برضو لما بيحب بيلعب فرقة عايز يفتح خطوطه ويهاجم فيها فكان بيلعب عمر كمال محتاج حد يدافع شوية ورا كباك يمين كان بيلعب خالد عبد الفتاح فكان بيقود الحتاة دي اللعيبة على الاساس ده في الملعب او مشاركاتهم الفترة اللي فاتت يعني اشتركوا في القناة